النبي الأعظم صلى الله عليه وآله جاء إلى البشرين خلالهم منهج متكامل وعين من بعده أمير المؤمنين وأئمة أهل البيت صلوات الله عليهم حتى يكونوا القيمين على تطبيق هذا المنهج البشر عرفوا قيمة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقيمة أئمة أهل البيت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كانوا يجون عند النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أشرف الأولين والآخرين ويرفعون صوتهم فوق صوته ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض كانوا ينامون قدام النبي كما في بعض التواريخ يتمددون على بطنهم أمام النبي صلى الله عليه وآله ويقولون حدثنا يا محمد صلى الله عليه وآله النبي في فراش المرض يقولون إن الرجل ليهجور هذا في صحيح البخاري موجود أو إن النبي غلب عليها الوجاق أئمة أهل البيت صلى الله عليه الذين من الله بهم على البشرية لقد من الله على المؤمنين بالنبي الأعظم بأئمة أهل البيت ما عرفوا قيمته ما عرفوا قدره دعش إمام إمام بعد إمام طبعا هناك صفوة مستثنات لا شك في ذلك هذا واضح ولكن الطابع العام ما كان طابع المعرفة قتلوه شردوه بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلى وسط قبرين الآن نحن نعيش عهد الغيبة عهد الغيبة يعني عهد الفقدان الله سبحانه وتعالى دا يرب البشر ينمي فيهم الكمالات النفسية والفكرية والعملية بالغيبة وبتعبير موجع بسوط الغيبة هاي تربية اشتركوا في القناة